وينضم إلينا من المنامة عضو لجنة الشهور الخارجية والدفاع والأمن الوطنية البحرينية دكتور جمال ابو حسن دكتور أهلا بك التصريح وتنفيذ الحكم بثلاثة مدانين في هذه القضية قضية استهداف قوات الشرطة ضربات استباقية تقوم بها البحرين في التصدي أيضا للإرهاب مع دول المنطقة أقصد دول الخليج أيضا التنسيق ما بين البحرين ودول الخليج وعلى رأس المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وأيضا تجهيف منابعها تفضل دكتور في الحقيقة طبعا ما لا شك فيه بأن تنفيذ حكم الإعدام في الثلاثة الذين نفذوا جريمتهم الشنعة في رجال أمننا البواسل جاء بعد محاكمات عادلة قامت بها القضاء البحريني ومن ثم صدر الحكم النهائي في تنفيذ حكم الإعدام الذي تم صباح اليوم الباكر بحضور طبعا أسر الشهداء للنظر أو للاطلاع على تنفيذ حكم الإعدام وطبعا مملكة البحرين إنما تقوم بهذه الخطوة يعني لمكافحة الإرهاب ووضح حد للأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية والميليشيات التابعة لإيران في مملكة البحرين وطبعا أنا سبقا وجهت سؤال لوزير العدل في دور الإنعقاد اللفات متى سيتم تنفيذ حكم الإعدام طبعا الذين تم حكم الإعدام فيهم اليوم خضعوا لمحاكمة عادلة من قبل القضاء البحريني والإجراءات القضائية ومنها كذلك تعيين محامين لهم وخذوا كل حقوقهم التي ينبغي لهم أن يأخذوها نعم دكتور هذا من جانب بالنسبة لتنفيذ الحكم بثلاثة المدنين لكن أيضا الشق الآخر من سؤالي السابق بأنه فعلا التعاون بين البحرين ودول الخليج وعلى رأس المملكة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع وهذا الخطر ومن يحرك هذا الخطر وأنت تعي ما أقصد نعم مما لا شك فيه بأن التعاون لمكافحة الإرهاب طبعا بين دول مجلس التعاون عموما والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خصوصا يجري على أتم الخطوات التي يجب أن تكون لمكافحة هذه الآفة وبالذات الخطر القادم الذي تدعمه إيران طبعا إيران هي منبع الإرهاب في العالم وفي دولنا الخليجية في الكويت وفي البحرين وفي مثل ما رأينا في السعودية إيران هي الممول الرئيسي والمصدر الرئيسي للإرهاب في دولنا فيجب أن يتم التعاون بين دول مجلس التعاون للأفضل ونحن في مجلس النواب البحريني ندعم هذا التعاون بكل وبشتى الوسائل نعم الدكتور جمال أبو حسن عضو اللجنة الشهور الخارجية والدفاع العمل الوطني بالبحرين شكرا جزيلا لك